سبع الخير او مساء الخير على برج العزراء. اه برج العزراء اللي كراء النهاردة العظيفية ليه? نخش على الطاقة العامة ليك. اه برج العزراء اه انت خارج من علاقة اه او في علاقة ولكن شعر بان هي اه في نهايتها او متقلم من شيء حدث فيها نجمانة قوي على الاشياء اللي عملتها وقدمتها في العلاقة دي. والزبط وبتفكر في الرحيل بالفعل. وزعلان قوي على الحاجات اللي عملتها كتير قوي. ولكن اه من يعني انت زعلان على الباص في العلاقة ولكن في حاجات تانية حلوة في العلاقة ما انت شايفها يا برج العزراء. ومقرر الرحيل. ولكن اه في حب في العلاقة دي قوي انت كنت بتحب حد او 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 هو بيحبك ما زالي يعني. طب نشوف كده مشاعر اه. انتو خبطتوا ببعض ولا ايه? يا رب ان هي تطلع حلو. ان شاء الله حلو. برج العزراء اه زي ما قلت لك انت خارج من علاقة او في النهاية بمعنى عطاق. يعني خلص بتقفله العلاقة مع بعض. جرحته ببعض قوي. اه هو متقلم من ك قوي 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 قوي. اه ام يعني في قمة الالم. في قمة الالم. اه ممكن تكون قلت لبعض كلام سخيف. اه اوجهت له اهنات. اوجه لك اهنات. لان انت شاعر بانه خدعتك. وشاعر بانه ده حك عليك. بص انت انت ندماني. انت فشد ندمك. انت زي ما تكون بتقول يا ريتني ما دخلت من العلاق قديم الاول خالص. يا ريتني حتى ما ما فكرت فيه. فولكن فيه كوبين في الاخر يا برج العزراء ما انت شايفهم. ممكن تكون انت ظالم الشخص ده. ممكن. لانه متقلم قوي. حتى لو بيظهر عكس ده. ولكنه في قمة الالم. والحصرة والندم. وفي قمة الواجعة. وانت شاعر بانه خدعك. وضحك عليك. ممكن يكون خب عليك انه بيعرف حد تاني. او ممكن تكون اكتشفت شيء تاني. ممكن تكون اكتشفت طرف تالي. في العلاقة. ممكن يبرغ العزراء. وانت كنت بتحبه قوي. لان هو اخي التلات سيوف. ممكن يكون تكون برج. اه قصدي ممكن يكون علاقة ثلاثية. فعشان كده انت حاس انه اضحك عليك. وانا شخص ده كذب وكان بيضحك عليك كل الفترة اللي فاتت دي. اه طيب. هو شايفك ازاي? شايفك ان انت شخص اه شايف ان انت متقلم. يعني هو هو متقلم. وشايفك كمان ان انت متقلم. يعني هو عارف ان انت تعبان. وممكن يكون اه يعني انت متدير وش ان انت مش همك حاجة. بص ان انت ماشي ومتديره دهرك. بس هو عارف ان انت تعبان على فكرة. وعارف ان انت مطلع له الوش الخشف ده وان انت مية مية. ولكن انت تعبان. ما بيتنامشي. بتفكر في كل حاجة حصائي. وانتو الاتنين خبطتوا ببعض وخلاص. انت شايفه ازاي? اه انت شايف ان هو بيدافع عن نفسه. اه ممكن نقول ان انت اكتشفت حاجة عن الشريك يا برج العزراء. ولما واجهته بالشيء ده هو بدأ يدافع عن نفسه ويقولك لا والله ما حصل. والله انت منتهمني وتقوله لا انت كذب. انت شخص مخادع. انت خدعتني. انت تحبت علي. عشان كده هو مجروح منك. وتعباني قوي 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 قوي. وبيدافع عن نفسه. كل ما بديك يتكلمه في حاجة يقولك والله ما عملت. والله ما سويت. والله ما عملت يا عمل حاجة. وانت زعلان عشان كده بقولك انت في حاجتين مش شايفهم ورا. انت مدي بص بصص على التلاتة اللي اندلقوا وسايب الكوبين اللي ورا. ممكن تكون ظلم يا برج الحزراء. برج العزراء مشكلته ان هو بيحكم على الحاجة هو ده. مش هتزحزح مش هبتحتها. وبيحكم على ناس بسرعة. طب هو ايه الخطوة اللي عايز ياخدها بقى? يعني بعد التلات سيوم دي ايه الخطوة اللي عايز ياخدها? الغريب ان هو عايز استقر معه. شوف اما بقول لك الغريب بقى. ازاي واحد مجروح من واحد عايز يتقرر معك. هو بيحبك. وشايف ان دي العلاقة المسالية ليه اصلا. اما الايه اللي حصل? انا بقول لك انت ممكن تكون انت ظنت فيه ظن محش. او يعني وصل لك كلام عنه ان هو عارف حد غيرك. وهو مش عارف حد غيرك ولا حاجة. ولا في اي حاجة تامة. وممكن يكون فعلا هي علاقة والاصلية? وانت عارفت بالطرف الثالث ولكن انت الشخص الاصلي عنه. ممكن يكون التالي ده بيتسلى معاه او علاقك كده يعني عشوائي. لكن انت الاستقرار. انت الزوجة. او انت زوج. انت شخص المستقر معاه. الخطوة اللي انت عايز تاخدها يا برج العزراء طبعا باين جدا. انت عايز العدالة تحصل. انت تعبان اوى على فكرة. العلمك. انت حاسس بالخديعة. وعايز بقى العدالة اللي هي. اللي هو الكرمة تحصل. وبتقول ان الكرمة دي لازم تحصل في العلاقة دي. او بتقول ان ان انا امشي واسيب العلاقة هيدي دي للكرمة. فعشان كده انت ماشي. انت فعلا انت بقرر تمشي. وبتقول في عقل بالك ان هيدي هيدي العدالة. هي دي العدالة اللي مفروض تحصل. العدالة ان انا امشي او العدالة ان هو يجي بقى ايه يصلح الموضوع ده كله. الاخر كده على البلاطة. فهو شايفك الاستقرار. مش شايفك سوري هو عايزي اعمل الاستقرار. وانت عايزي العدالة. بالاخر. العدالة بقى في ايه? لو هو في طرف تلت. لو سمحت اتجاوزني. وسيبك من طرف تلت ده. او لو سمحت لو انت سيب الطرف تلت ده وركز معايا. لو هو بيعرف بنات. لو سمحت سيبك من البنات دي وركز معايا. اه لو هو جرحك. اتفضل صالحني وفاهمني. ليه بقى بقول كده? لان لانه شايف العلاقة هو اصلا شايف العدالة اه ممكن تكون بديتعمل مع حدن برج الديوزاء. اه شايف العلاقة ان ان هي دي العلاقة اللي هو كان يطمح بيها. العشاء. زلها فرصة. شايف ان انت السلمي بتعوز? انت الاستقرار. انت اللي هتحقق له كل حاجة في الحياة. والله هو تعبان جدا. مجروح منك قوي. كانش متوقع ان ده يحصل على فترة. انت شكلك ظلم يا برج العزراء. لانه بيحبك قوي. وممكن يكون فعلا يعني مش خدعك. خب عليك حاجة. ولكن هو في الاصل شايفك الاستقرار. وشايف ان انت السلمي بتاع. وانت الشخص اللي بيحبه وهيفضل يحبه. طول العمر بقى. شايسيبه قبل. وانت كمان شايفه الاستقرار. مش بقول لك انت ظلمه. انا بقول لكم برج العزراء مشكلته بيتسرع. ممكن انا بقول لك انت في حاجة وصلت لك على الشخص ده. وخدت القرار سريع. باي 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 باي. وشايف ان هو ده المفروض يحصل لك مش هو ده. عشان ده الاستقرار. دي العلاقة. العلاقة دي استقرار. انت شايف ان استقرار على فكرة. وشايف ان هي حاجة حلوة. وهو كمان شايفك انت في حاجة بتاعه. فليه بقى ده? ليه 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 دي. آآ سوري انقطع شوية الفيديو. كمل مع بعض. فالنصيحة لك ان انت خد قرار بقى. وبطل بقى الليه كده كل برج العزراء. ما سمعت. وبطل بقى حوار انت بتخدعني. وتوجه اتهامات للطرف التاني. على اسس غير مبنية اصلا. ما بيش حاجة مبنية بكلها اوهان في جناغات. كلها اوهان. اهو. اخرج بقى من ليلة العشر سيوف دي اخرج. اخرج بقى يا برج العزراء من ليلة دي. خد القرار بقى كده. انت متقبس عشر سيوف وهو شايفك انت كمان من تسع سيوف. انت عامل يعني بتوهم نفسك بان شخص اللي معك كدهب. وانه نصاب. وبيخدع. وحرامي. كل كل ده فيه. وهو راجل ولا في حاجة. راجل بيروح ينام. ويسعى الصبح. يلاقيك بيبتقول له اه. ها قضيت السهرة مع مين النهار دي ستي والله قضيت ولا بتاق. اخرج بقى بره دي. واخد بقى قرار بقى حزن بقى مع نفسك. واعدل امورك. اعدل امورك. واعدل تفكيرك. آآ راجل بيحبكم يعني يا برج العزراء. يعني ليه اكتر من كده مش عارف. برج العزراء بيصدر احكام على الناس في سانية. في سانية. متسرع اصلا. يعني برج ترابي. بس متسرع. طبعا بتتعاملوا مع برج ترابي. او برج مائي برضو. قد نشوف المبتعدين عن بعض. هو شخص المبتعد عنه. برج العزراء. مشاعره ايه? كارت ده ظهر تاني. الظهر ان الشخص اللي انت في الاولاني. اللي انت قفلت المعادة. ميته ايه طيب? ليك? ده تعبان قوي. واخد ثلاث سيوف وده العشرة تانيين هون. يعني انت هريتو. ده انت قلت له تعالى بقى ما استلمك. ميته ايه? حرام والله يا الحرام اللي بيحصل ده. مش معقولة. مش معقولة يا برج العزراء. ده تعبان منك. وفي نفس الوقت ممكن يكون ده سيناريو تاني. انا هشوف بس كيه بتتأكد من حاجة. لو هو مش السيناريو الاولاني فان هشوف السيناريو التاني. هل ممكن يكون عايز يخرج بقى من الكوكبة اللي عصلت فيه دي ولا ايه? اه. ايو 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 ايو. اه. اه تعبان قوي 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 واخد طبعا العشر سيوف. وآه يعني شوية غدر لطيفة. هو عايز يعمل ايه? نيته ايه طيب? نيته ان هو يخرج بقى بره الليلة اللي هو عملها دي بكل بدو يمشي. من ايه لما العلاقة? لا يمشي من ما اللي حصله ده كله عموما ويستريح بقى. لانه تعب قوي عشر سيوف كتير عليه. كتير عليه قوي برج العزراء. لو انت اللي عملت فيه كده فارق. وآه وطبعا حاسس بالغدر طبعا. وبس نيته مش يغضر. لا هو نيته يخرج. يخرج. ويغيد بقى التوازن تاني لحياته. ويحتفل بقى باللي عنده. تمام? ويكون برضه ممكن يكون ما هو يرجع. عايز ياخد قرار اهو. آه. ممكن يكون عايز يديك فرصة تاني. ايه نلجع مع بعض ونكمل مع بعض التسع كبات. بس هياخد فترة استراحة الاوي. وبعد كده هعايز يرجع ويبطي ده جديد. اوكي? وممكن طبعا نسماله تاني ان الشخص مجروح منك اوي اوي اوي. ونكرر ان هو يخرج برق العلاقة. ويستريح بقى وبعد كده يبتدي بداية جديدة مع نفسه. خالص. بداية عندك. سانية واحدة. عشان مسلنا الزيديوه الفيز. آآ يعني يبتدي خالص بقى ويبصل حياته ويبتدي بداية جديدة مع نفسه. ولكن قرار حازم يعني ما فيهوش رجل. يبصل قدام ويمشي. سلام عليكم السلامة. لما هو يعني على اخر خالص. اعتقد ان هو ده الشخص الاوليني. ممكن يكون العكس. انتو اللي تعبانين وهو اللي غطب فيكم. طيب الجاي في طريقة اية بلد العزراء لو انتها شخص عايزة فما مش مفتبط ولا حاجة. ازاي كرجات? بما انكم عزاد بقى فنغير بقرود كده عشان نغرر حاجة. الشخص الجيه في طريقك. مشاعره ايه? ونيته ايه? الشخص الجيه في طريقك اه شخص ممكن يكون كان مبتهد عنك. وعايز يرجع مرة تانية. لان مشاعر جديدة عايز يعمل مشاعر جديدة ان مشاعره تقريبا. وعايز يعمل ولادة جديدة لمشاعره دي. وممكن يكون شخص برضو جديد خالص ما عرفقش. وعايز يعمل ولادة جديدة لمشاعره. ويناوي على ايه? طبعا دا كارت الغموض كله. هنشوف دلوقتي برضو. قضيحات. كامل برج العزراء وبرج الجوزاء. القراءة بتاعتهم بيجب اغريبة. اه شخص قديم او كان يعرفك شاعر بينك وحش قوي 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 قوي. او جيت على باله اه فاجئة كده شعر بينك وحشته. وعايز يرجع مرة تانية. وطقيبا كان مقطوع بينك التواصل. ممكن يكون كان فيه بلوك ولا حاجة. او مسلا مسحين بعض منها الفيس. وبعد اه اه تاني وعايز بقى يرجع تاني للذكرى ايه. فبقى مشاعر وايه? اه مشاعره زي ما قولت لك. بيقفل حاجة قديمة وهيقبسوا الكرتين المتنقضين يعني. حاجة ميتة وده الرش نفسها. اه فهو اه مشاعره اه تقريبا لحد قديم زي ما قلت لك. هو خلص المشاعر اه بيقفل عن مشاعر القديمة. وبيفتح مشاعر جديدة. عايز يعمل ولاية جديدة للمشاعر. عايز يرجع تاني المشاعر دي قديمة. الحلوة الجميلة اللي كانت ما بينكم. اهي بصوا. دي حاجة ماتت ودي حاجة بتتحي من اول جديد. عايز يرجع المشاعر القديمة ما بينكم. زي ما قلت لك حد ان كان معطوع بينكم التواصل. ناوي على ايه? ناوي انه يعمل تغيير. تغيير في العلاقة. اه ده البرج المنفكر. يعمل تغيير. زي تاور. تغيير مفاجئ. وفجأة كده هتلاقوه دخل عليكم ونتبه لكم ده تواصل سريع. حد بيتواصل سريع جدا عشان كده داخل عليكم الداخل اللي هي ايه? سأل كده كده انا بحبك وعايز ارجع. فنوي يخرج بقى بر الغموض ده. يعمل تغيير. زي تاور. ما انشى برج العزراء الحاجة فصلت مني. التليفون. فهكامل بس اهل حاجة. انا عملت هنا هو ده كانت كده. فانا عملت توضيح لزي تاور. ايه? وهو عايز يلقي عمارة تانية برج العزراء. وعايزي بهول متحكم في العلاقة. وعايزي دي العلاقة دي فرصة تانية. وشايف انه ان انت المناسب ليه جدا يعني. بص هو ده نفس الكارتة اخلي بالك. شايف ان انت الشخص المناسب ليه. وعايزي يرجع العلاقة دي تبقى زي زمان بالزبط. اوكي. لكن انت بقى عملت عليك انت بقى مش عارق. انت واخد احتياطتك منه قوي لو جي قدم لك العرض ده لان ده عرض سريع. اه دي مش حاجة بطيقة. ده عرض سريع جدا. واحد جاي اه اه سلام عليكم وعليكم السلام. انا انا جاي اخذوك. يا بني ما احنا سايبين بعض بقى انا سنة بس انا جاي اخذوك. فانت هتبقى اللي هو قدرت تتحرن. بتحكي علي. ده مين ده احنا سايبين بعض. ده احنا مباتلين بعض. ازاي راجعتيني. فهتبقى واخد احتياطاتك. ولكن هتقبل فيه. لان انت برضو لسه بتحب. انت كمان عندك حنينيلي على فكرة. ولكن بتخبي ده. برج العزراء يعني ما 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 يعني ما توصلش في حوارت انه مخبي يعني. وعلى فكرة. هيبقى مخبي كمان مشاعره وهو كمان. مش هيبقى لك مشاعره. هيبقى فيه غموض. عشان كده انتها تبقى خايف منه. بتبقاش فاهمه واراجع ليه. هوارجع من اللي راجع يسلم عليه وانا ما راجع عايز ايمنى. ولا راجع وانا راجع يخداعني تاني. عشان كده انت ايه متخاف منه. طريق فبرج العزراء هو شخص آآ بيحبك. مقدرة بتتتعامل مع برج مائي جوزاء وعقرب دارنا اتنى عقرب قوس وبرده برج الحوت وبرج هوائي ممكن ولكن هو برج قضي عند صوتك يعني ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله واللايك يا جماعة مهم جدا شكرا